إلى النجف بيت المرجعية وأرض العراق التي اكتوت بنار الفساد كما اكتوت مدن بلاد الرافدين إلى النجف يدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بلسان غاضب وبيان مباشر يفجره بوجه الفاسدين الزيارة المفاجئة خط الصدر عنوانها الرئيسي بمحاسبة الرؤوس الكبيرة المسؤولة أولا وأخيرا عن الإصلاح في المحافظة شرط أساسي يضعه الصدر إذا لم تحقق تلك الرؤوس الكبيرة بالفساد والتقصير أي واحد عدى ملف فساد عدى ملف قصور تقصير يوصل للنياه حتى نتصرف نحن ونوصل إلى مراتب عليا بالدولة لتقوم بواجبها إذا ما قامت بواجبها ذاك الوقت نعرف من نحاسب نحاسب الروس الكبيرة مصغيرة هذه النجف الأشرف عيب فشلة من توصل أخبار فساد وإفساد في هذه المحافظة أما البيان النادي الذي أعلنه الصدر حين اعتزم إقالة المحافظ من منصبه بعد أن وصلت حدود الفساد في النجف إلى حد مخزن سيم المدينة التي تعتبر أرض أمير المؤمنين وأرض المرجعية العليا أي واحد هنا بالتيار الصدري يدعي أنه بالتيار الصدري يمثلني فهو فاسد خلوا لحجارة بحلقة حبيب زيارة ضمن برنامج صدري يهدف إلى محاربة الفساد وبسلاح القانون لا سلاح الفوضى كلمات أراد لها الصدر أن ترسخ في أذهان العراقيين باللجوء إلى القانون الذي يحفظ هيبة الدولة ويضمن حق العراقي في استرجاع حقوقه كما في خطابات سابقة له حتى فيها على أن ينهض العراق بشعبه ليكون دولة لها سيادتها واستقرارها المنشود بعد أن تجرع العراقيون ضيم الفساد وجور الفاسدين موسيقى